مرحبا بتمنى تكونوا وتضلوا وتبقوا بأمان وخير وسلام وينما كنتوا عم تسمع وطائد حب بـ 25 نوفمبر بكل سنة بيصير في حملة للتوعية حول الحد من العنف ضد المرأة أو القضاء على العنف ضد المرأة في حملة بتصير لمدة 16 يوم من 25 نوفمبر لـ 10 ديسمبر ليكون فيها حملية توعية لكل أنواع العنف ضد المرأة اليوم نحن صر لنا رح يصر لنا أكتر من 40-50 يوم عم نشهد على أشد أنواع عنف عم بيصير ضد المرأة بفلسطين يمكن فيه عنف بعده عم بيصير يوميا بمجتمعاتنا بالعيال بالشغل بأماكن العمل بمجتمعاتنا كلنا فيه أنواع عنف جسدية ولفظية وجنسية بس اليوم كمانا فيه حرب كبيرة عم بتصير وفيه أشد أنواع العنف مش بس على المرأة كمانا مثل ما حكيت بحلقة الأسبوع الماضي على الرجل ومثل ما حكيت ببودكاست بكل حب كمانا على الطفل واليوم رح أحكي أكتر كمانا عن المرأة ما بعرف إذا بعد فيه أعلى من هيك درجة عنف من الإبادة والتعذيب والتجويع والقتل والمرأة كمانا عم تتلقى وعم تتوجع إن كان من فقدين البيت الأمان فقدين الزوج الأبن الشريك الطفل كتير قصص بهيد الحرب عم بتصير وعم نشوف قد المرأة بمحل عم بتخزنها داخلها عم تتقلم أوقات بالتعبير على صوت عالي وأوقات عم بتكون دموعة جوية عيونها وعم تتحمل وعم بتقاوم لتكون عم بتكفي كلمال مين بيقى معا من عائلتها وكلمال تقدر تكون عم بتتابع لقدين وفوق كل شي مخزن داخل رحم المرأة من حروب قديمة من شو أخذت من ولدتها من شو أخذت من جداتها من شو كلهم عاشوا حروب خاصة إذا عم نحكي عن فلسطين هيدا كله كمان عنف ضد المرأة في نساء كتير انصابت بهيد الحرب في نساء اتضررت نفسيا وشسديا في نساء أجهضت أو ولدت قبل الأوان في نساء ولدت ولادة قيصرية من دون بنج حدا بقدر يتخيل ولادة قيصرية من دون بنج في نساء أنجبت طفل والطفل معاش ساعة أو ساعتين ومعاش نهار هيدا كمان ألم وهيدا عنف وأكتر شي استوقفنا هو الطبيب اللي كان عم بيحكي عن اضطراره لرفع رحم العديد من النساء بعد الولادة أخذنا ثواني لقدر أفهم شو عم بيقول يمكن راسي فهم بس ما بده يصدق وفعليا اللي عم بيصير أنه في كتير نساء من بعد ما أنجبوا بالظروف الموجودة بالمستشفيات بنقص المعدات بنقص الدم اللي بحاجة لقلهم خاصة بس تكون ولادة قيصرية وخاصة الولادات اللي كانت عم بتكون نتيجة الضغط النفس والخوف والرعب اضطروا أنه يستقصلون لنا الرحم ليحدوا من النزيف وما يكون فيه خطر على صحتهم وعلى حياتهم يمكن عادة الفيديو وشي عشر المرات بس لراسي يكون عم ما عم بصدق ما كنت عم بصدق اللي عم بسمعه يعني عم بجرب اتخيل فوق كل ألمة لهالسيدي كمان في الألم اللي بده ترجع تكون عم بتعيشه أنه تم استقصار رحمة ويمكن تكون هي فقه دي الطفلة يمكن تكون هي بعدها بعمر صغير بده تجيب بعد أطفال على هالحيات بس اضطروا بلحظة كتير سريعة يكونوا عم بياخدوا هيدا القرار والأبعد من هيك اللي بفكر فيه أنه نساء صغار عم بتم استقصار رحمهم هيدا نوع من العنف الجديد اللي عم بتمارسه إسرائيل وهيدا نوع من الإبادة لأنه وقت يكون فيه نساء صغار بالعمر عم بتم استقصار رحمهم بطريقة أخرى ما فيهون بقى يرجعوا يجيبوا ولد وهيدا نوع من الإبادة اللي كمان عم بيصير وقتها ما يقدروا يرجعوا يكونوا عم بيportوا الحياة أو ينجبوا أطفال ما بعرف إذا هيدا النساء عم بيخبرون باللحظة أنه نحن رح نضطر نجر هيدا العملية الجيرحية ما بعرف كيف عم بيتلقوا الخبر ما بعرف كيف عم بيوافقوا يمكن بيلاحظة ألم كتير كبيرة بيلاحظة بكاء كتير كبيرة يمكن هن لحالهم زوجهم مش حدهم مع كل ألم العملية الجراحية والألم اللي بيخلقوا الجرح نتيجة الولادة القيصرية كمان في ألم خسارة الرحم مش معناتها ما بيقدروا يعيشوا ويكفوا حياتهم وأكيد رح يقدروا مش معناتها أنوثتهم رح تأخذ منهم بس لأن الرحم بأهميته وبطاقته وبعمر هن كتير صغار كمان رح يخلق وجع داخل كتير كبير وبتمنى عن جد من قلبي يكون في مساحات تقدر بعدين تحضن هيد النساء وتسمح لون يعبروا عن أوجاعهم بعرف كتير منيح أنو الحرب بشعة بكل أشكالها ما فيها تكون حرب لطيفة أو حرب ألطف كل الحروب بشعة وكل الحروب عنيفة بكل أشكالها وتبعاتها بس ما بعرف إذا بعد في شيء أبشع وأعنف من اللي شفناه ومن اللي عم بيصير من قتل وتدمير وتعذيب وتجويع ومحاولة إذلال وقطع الأشجار وحرق الأرض والقضاء على الزراعة والقضاء على كل شي بيعطيه الأرض كمان هي طاقة أنوثة الأرض كمان هي عطاء شوهوا كل شي عند الطفل وعند الرجل وعند المرأة وبالأرض ومع هيدا كله الناس عم ترجع توقف وتكفي وتتابع وتصمد بعرف في ألام كتير وبس كون عم بقول هيك مش معناتها أنو شدوا على وجعكن وما تعبروا عنو لتكونوا عم تصمدوا الناس كلها عم تطلب من أهل غزة يصمدوا بيحقلهم يكونوا عم بيصمدوا أكيد لأنه هيدا بيوتهم وأراضيهم وحياتهم وتاريخهم بس مش معناتها ما بيحقلهم يكونوا عم بيتقلموا لأنه الألام إذن إحنا عم نحضر وعم نبكي وعم نتوجع ورأسنا ما عم بيقدر يتحمل كيف هنه كيف كل إمرأة شو عم بتحس كيف كل طفل كيف كل رجل ومع هيدا كله النساء عم بتحاول تخلق حلول عم بتلاقي طريقة للطبخ بأقل الإمكانيات والمواد الموجودة عم نشوف كيف عم بيحاولوا يعجنوا ويعملوا خبز أو منقيش بطريقة بدائية جدا هيدا هي طاقة الأنوث المدبرة بتلاقي حل لكل شي شايفون عم بيستادوا سمك لاياكلوا أصفولون القوارب المرأة بقيت عم بتضل تلاقي حل لايكونوا الأولاد عم بياكلوا لا تكون عم بتحمي زوجة إنه ما يطلع ويتعرض للقصف تلاقي طريقة إنه تكون هي عم بتدبر أكل بالبيت والطعم الكل عم نشوفهم قاعدين بمجموعات والرجل عم بيساعد بالخبز وبتأمين النار والكل بالرغم كل الألم عم نشوفهم عم بياكلوا مناقش الزعتر عم بياكلوا عم بيبتسموا عم بيدحكوا عم نشوف شي بعيون الأطفال كتير قوي في طاقة قوة عم تيجيهم من الأرض من الخالق من الكون نحنا عم نحس إنه عنا كل شي ببيوتنا وعم نتقلم وهن ما عم بيكونوا عندهم شي هالمنقوش هالصغيرة أو هالعجينة أو هالزعتر أو هالزيتون وعم بيخبرونا أداهن صامدين وأداهن قوية الحديث عن هيدا العنف اللي عم تشهدوا المرأة بكل أشكاله مش للتقليل من العنف المتواجد بكل مجتمعاتنا حتى خارج نطاع الحرب وحكيت العام الماضي بمناسبة 25 نوفمبر بحلقة مفصلة كيفينا كلنا نكون عم نشتغل للحد من العنف ضد المرأة وبتمنى نكون عم نوصل اليوم لوعي أكبر وأكبر وبتمنى يكون مش بس 16 يوم كل يوم نكون عم نتذكر كيف نكون عم نرب البنت ونعمل المرأة والمرأة كيف هي عم بتربي الصبي وتربيه على احترام المرأة وتربيه إنه يكون عنده حقه هو بالتعبير عن مشاعره لما يكون بعدين عم بيغضب وفيش خلقه بالمرأة إنه تكون عم بتربي البنت والصبي يكونوا متساويين بالطاقات الداخلية اللي عندهم إياها هالحرب متل ما عم بقول بكل حلقة عم بتعلمنا كتير وعم بتوعينا عم بتفتح البصيرة وعم بترجعنا للحقيقة بدخلنا عم بترجع صوت الأنوث اللي تم تشويه وقمعه عبر كتير من السنوات عم بترجع كل النساء يشفوا طاقة الرحم لخلق مكان آمن لجروحاتنا لخلق مكان آمن للرجل وأيضاً لنكون عم نساعد إنه نرجع تتوازن الطاقات على الأرض بس نحكي إنه يعني طاقة الأنوثة عم ترجع توعة عم ترجع تنطلق عم ترجع تشع أكتر كمان كل حداً منا عنده دور يكون عم بيساعد يرفع صوت الحق يكون عم بيساعد كل حداً اللي يكون عم بيطلع جواته بشكل آمن ويعبر عن كل الأوجاع اللي عم بيحسه ما نكون عم نفتح حروب على بعضنا نقدر نفهم إنه كل حداً منا هالحرب عم بتحرك فيه كتير إشياء وكل حداً منا موشوع كل حداً منا متقلم ما نزايد على بعضنا وما نخوم بعضنا وما نعمل حالنا إنه نحنا منفهم أكتر من غيرنا وما نتجاهل ألم غيرنا وما نقلل من حجم الشي اللي عم بيصير بفلسطين وكل واجع عم تمرق فيه كل أمرأة نطلع من الكوقعات اللي حطونا فيها بيبقات معينة أو بيعيال معينة لفكرة معينة بنوعى براسهم بالحروب القديمة اللي صارت بلبنان نختار الوعي نختار البصيرة نختار إنه فينا نقرأ فينا نفهم أكتر عن فلسطين فينا نفهم أكتر عن هيد القضية فينا نفهم أكتر عن أدي الحروب بتساعد كل حداً منا يشفي الحروب اللي جواته يشفي الأوجاع اللي جواته يشفي أي شي عم بيخلق له خلل أو بلوك أو قلم معين بحياته ما نوقف بس نتفرج أو نستسلم بعرف فيه وعي مختلف من شخص لشخص بعرف فيه وعي مختلف من أمرأة لأخرى بس اللي باللي موجود وباللي قادرين كن إحنا عم بي شوي حركلنا البصيرة والوعي نقبله بقلب مفتوح ونشوف ونسأل كيف فيه ساعد نفسي كيف فيه ساعد غيري فيه أحساس بالزنب وبالوجع وبكتير إشياء طبيعي هول نحسن بس كمان بمحل بدنا نتنفذ نساعد حالنا نفرغون ونشوف كيف فينا نرجع نحنا نعب بطاقات لنشوف كيف فينا نساعد من مكان آمن أكتر لأنه بس نتشافة وكل حدم منا يتشافة عم نخلق سلام كبير على الأرض عم نقدر ندعم أكتر عم نقدر يمكن نصلي بمحل مرتحين فيه مش مما كان فيه خوف يمكن عم نبعط دعاء يمكن عم نبعط مساعدات يمكن عم نساعد نرفع الصوت يمكن عم نخلق بوستات حلوة فيها وعي أكتر على السوشال ميديا يمكن عم نربع أطفالنا على وعي جديد كل حدا اليوم قادر يكون عم يخلق تغيير من المكان اللي هو فيه على السوشال ميديا أو مش على السوشال ميديا وقتا نوقف نحنا كمانا كنساء نتخانق مع بعض ونحارب بعض ونحصد بعض منكون عم نخلق سلام منكون عم نساعد المرأة الفلسطينية وكل مرأة داخل الحرب وقتا نبدأ نحتفل بنجاحات بعض وقتا نعطي كومبليمونات حلوة لبعض أو إطراء حلوة لبعض منكون عم نضيف طاقة حلوة على هيد الأرض ومنكون عم نخفف من العنف منكون عم نسمع بعضنا بس نقول لكل حدا أنا سامعتليك وجعك أنا حاسة فيك مش خلصينا بقى بتظليك عم بتنقى وبتظليك موجوع بتظليك negative person طاقة الأنوسة عم ترتفع مش معناتها أنه نحنا لازم نضلنا عم نتحق كل الوقت ومبتسمين وخلص خيفين أوجانا طاقة الأنوسة بترتفع وقتها نقرر نشفي هيدا الجروحات ونطلعها ونعبرها وبالتالي منكون عم نرفع الزبزبات على الأرض نحنا فعلا عم نرتقي لبعض آمن أكتر لديمانشن فيها حب ونور ورقفة وسلام وكل الإشياء الحلوة لمحال كلنا عايشين فيه مع بعضنا بتناغم بس فيه شغل كل حدا مننا بتجي عمله على حاله شغل كتير عميق وكتير بده وقت نحنا حتى عم نشفي The Witch Wound يعني الجرح اللي بيسموه جرح الساحرة جواتنا اللي هي فعليا المرأة اللي كانت بالأجيال القديمة تعالج بالأعشاب تهتم بالأرض تلاقي حلول من خلال الأعشاب من خلال الزيوت العطرية كانت تتحاكي الأرض كانت تخلق مكان آمن لكل حدا الموجوع بعدانا سموها The Witch لأنه اعتبروا أنه عم تعمل سحر وعم تعمل إشياء مننا منيحة أو لأنه أكتر قادرة تحس بطاقة الأرض والحيوانات والطبيعة قادرة تحكي مع هيد الطاقات اللي حولها صاروا عم بيحرقون لهو للسيدات صاروا عم بيعدمون لهو للسيدات وكل حدم منا عنده جدة كانت بمحل معين هيلر كانت معالجة كانت تويتش إذا بدكن تسموها نحنا اليوم بهالصحوة بطاقة الأنوثة عند المرأة وقت عم نشوف كتير نساء عم بيرجعوا للطاقة للهيلينج للتشافة للأعشاب للإشياء الطبيعية عم بيسألوا كتير قصص عم بيفهموا حالهم وجروحاتهم عم بيعملوا تمارين أكتر فيها تنفس عم بيحتكوا أكتر مع طاقة الأرض عم نشفى هذا الجرح اللي وصلنا عم نشفى كل الأفكار اللي حطولنا إياها بعقلنا الباطنة كنيساء عم نشفى كل العنف اللي تعرضوله جداتنا عبر كل السنوات ووصل لعننا بالجينات اليوم وقت الكل يحكي عن المقاطعة وان أهمية مقاطعة كل المواد أو المستحضرات أو المنتوجات اللي عم بتروح مواردة لإسرائيل أو اللي هي من إنتاج إسرائيل بس تحت مصمى آخر عم توصل عدوالنا العربية كلها اللي بد ألفط النظر اللي قاله كتير مهمة هيدا المقاطعة أكيد بس بتتذكروا وقتا كنت أحكي بطاقة حب من سنتين وثلاثة وأربعة عن أهمية نرجع نسترد بصيرتنا وكل المواد اللي عم بيحطولنا إياها بمستحضرات التجميل والتنظيف كل الألبسة الأحزية الحقائب اللي بنستخدمها المصنعة من قبل يمكن أطفال عمالة أطفال استغلال للحيوانات المواد المحطوط فيها أشياء مؤذية لصحتنا لهرموناتنا لبصيرتنا لطاقتنا لطاقة الرحم اليوم إذا بتطلعوا على واقح الشركات اللي عم بينطلب إنه الناس تقطعها معظمة من هيدا الشركات اللي بتنتج هيدا المواد اللي الناس بتستخدمها بتعتبرها برندات كبيرة ومهمة وحتى إن كان ما فيها شي مئزة لصحتنا هيدا البرندات الكبيرة اللي بتخلق يمكن شو أف أو شو فتحال أو براستيج هي بمحل معين عم تدعم كيان عم بيقتل الأطفال والنساء والرجال ويعنف ويجوع ويعذب فنحنا اليوم بيوعي طاقة الأنوثة ويوعي حكمتنا ومبصيرتنا عم نقاطع لما كان بعده مقاطع من زمان لأنه هيدا الطاقة منا صحيحة على الأرض بكل هالبرندات إن كانت من أكل ولا شرب ولا ملبوسات ولا مطاعم كمانا نعرف ونتذكر إنه عم نقاطع لصحتنا لطاقة هيدا المصاري وانا عم بتروح وكيف عم ترجع وكمانا لنكون أكتر عم نحمي أهلنا اللي بفلسطين وكمانا أكتر عم نساعد يكون في طاقة مستدامة كل حدا بيقدر يخلقها بالبلد اللي هو فيه اليوم في كتير نساء عم بتشوف كيفية تخلق شغل بقصص أكتر بتتلاقم مع طاقة الأنوثة كيف كل حدا فيه يكون عم بيرجع يخلق شركات ببلده كيف يكونوا عم بيشجعوا بكل بلد شو موجود من شركات من صناعات تكون هي عم تزدهر في ناس رح تقلي بس ما فيه عالم عم تشتغل بهيديك الشركات عم تتسكر هلأ أبيوتها عندها عيال بفهم هيدا الشي وبتمنى لو من كل قلبي يكونوا عم بيلاقوا مكان أفضل وأحسن لأنه هني كمانا عم بيوعوا لهيد الحقيقة فإذا طاقة الأنوثة عم بتطالب عبر فيديوهات وأغاني وأحسن عم تنعمل لرفع صوت الحق وللمقاطعة نكون عم نقاطع بحكمة وبشكل شامل وكامل ومش بس تخلص الحرب نرجع لهيد الإشياء ننتبه إنه نحنا مرة جديدة نكون عم جد عم نشكر فلسطين نقدي كبرة الوعي إنه نفهم أبعاد الإشياء وأبعاد كل شي خلقه السيستم لأذية الإنسان هون نحنا عم نروح على الواننس على الوحدة على التشافة على العيش كلنا مع بعضنا بسلام على أرض نضيفة وعلى أرض فيها حب أكتر وسلام أكتر وقتها نختار نكون عم نكتب فلسطين حرة منكون كمانا بطاقة الكلمات عم نساعد إن نكون في طاقة جديدة عم نجذبها أكتر طاقة جديدة عم نوديها أكتر تكون كلماتنا وقتها عم نحكي عن فلسطين كلمات زبزباتة عالية واليوم عم شوف كتير نساء عربيات وأوروبيات وأمريكيات من مختلف وأفريقيات عم بيحطوا كتير إشي حلوة بطاقة جدا مرتفعة خلينا نحنا عم نقاطع كمانا ونختار نرجع للحقيقة ما نكون بس عم نقول إنه نحنا عم نقاطع الغرب وعادات الغرب وكل شي بيجينا من الغرب منه منيح ننتبه ونميز لأنه اليوم في عم جاد نساء من كل أطياف الأرض عم تخلق وعي كتير حلو ننتبه ونميز وهيدا الشي عم جاد بيكون rising of the feminine energy هيك بتكون النساء كلها مع بعضها كأنه الأرض بالنص وكله نحوى لبعض كل حدا كيف عم بيوعى وشو عم بيخلق بمجتمعه وببيقته وبقبيلته وبتقاليده وبعاداته وعي أكتر ويخبر أكتر عن فلسطين ويخبر أكتر عن احترام الأرض وحب الأرض اليوم مقته إسرائيل بتقصف وبتحرق بساتين الزيتون والبردقان والحامض وأي شي بيود أنه يكون في استدامة ويكون في زراعة ويكون في أرض ويكون في عطاء هيدا مش طاقة نور ولا طاقة خير هيدا طاقة شر ونحن علينا بطاقة الأنوثة نرجع نخلي هالطاقة تمشي صح بأنه نكون عم ننشر رسائل فيها سلام وفيها حقيقة ورسائل بتشغل البصيرة بتوعي البصيرة لتكون عم تشتغل بشكل مسالم وهيك بنكون عم نخلق مسيحات آمنة كلنا لبعضنا كأنه كلنا مهديين إدام بعضنا لنوصل لكل نساء فلسطين ولكل نساء العالم فلورنس نايتنجيل إذا بتعرفوها اللي كانت ممردة بحرب الكرم اللي كمان بديت بأكتوبر بالـ 1853 أو 54 كانت هي ممردة وسافرت على كتير بلدان وهي أول حدا نحكي عن أهمية خلق بيئة نظيفة وقتا يكون في جنود بالحروب عم بيتعرضوا لإصابات كبيرة كيف كون في محلات اللي عم بيتم مدواتهم فيها تكون عم تتفتح عم بتكون الشراشة في نظيفة عم بيكونوا عم بيغسلولهم بطريقة صحيحة كتير عملت شغل كبير بهيدا المجال مع أنه عوردت تم معارضتها من أهل أنه هي تكون عم بتروحها هيدا الأماكن حتى تشتغل بمجال التمريد بس هي قدرت تكون عم تخلق بهالحرب اللي صارت بين الأمبراطورية الروسية والعثمانية بمشاركة فرنسا وبريطانيا ومصر راحت على أماكن كتيرة ساعدت كتير جنود خلقتلن محل آمن داوتن بكل حب كانت تتغيرلن الشراشة في واحد واحد كانت بمواد كتير عم نحكي بالألف وثمانية منا موجودة متطورة مثل هلأ كيف كانت تساعد أن تفوت الشمس على أجسامهم على صحتهم على البيئة اللي محل ما هنه محطوطين فيها بيمكن خيم أنجق بتفطل الشمس وبفطل الضو كيف كانت تقعد تكتبلن رسائل لا تنبعث لأهليهم لا يطملون أو لزوجاتهم كيف كانت تقرالن هي الرسائل إذا وصلن رسائل كيف داوت كل حدم منهم كيف خلقت مجموعة نساء يكونوا عم بداوهوا للجنود ورجعت بعدنا عن جد هي طورت يكون فيه التمريد الحديث هي كمان خلقت طاقة أنوثة كتير قوية وكتير حلوة وكبرت شيء كبر أكتر عبر العصور وعبر التاريخ حتى هي وقت عاشت بمصر وحتى قدي كان عندها طاقة قوية بتحكي عنها بقدي مصر عطتها طاقة كبيرة قدي كان عندها احتكاك مع طاقة مصر القديمة مع الأهرامات مع كل شيء حلو وأوي موجود داخل الأهرامات كعلم طاقة كانت تحس إنه هيدا المكان يبهره كتير وتعلمت كتير إشا بهيدا المكان ورجعت سافرت وعلمت وخبرت وكتبت عن كل هيدا الإشاة في كتير نساء عبر التاريخ بحروب كتير مرينا فيها خلقوا تغيير كتير كبير إن كان بالصحافة بالطمريد بالمؤسسات الاجتماعية كيف دافعوا عن بعض كيف رفعوا الصوت بكل الحروب العنصرية حتى اللي صارت منلاقي إنه في كتير تخطوا كتير سعاب ولقيوا حلول عملوا فيها العجائب كلنا كان يساء عنا هيدا الطاقة جواتنا قادرين اليوم نكون عم نسترجعها وعم نقامن بحالنا وعم نقامن ببعضنا ليكون عن جد عم بيرجع يكون فيه سلام على الأرض كلنا حد بعضنا امرأة حد امرأة أخرى رجل حد الامرأة كلنا بمساندتنا لبعض قادرين نكون عم نخلق مكان أحلى على هيدا الأرض طاقة حب كبيرة لكل امرأة فلسطينية عم تتقلم وتقلمت من فقدان من وجع من قلم نفسي وجسماني وعاطف كتير كبير لأي نوع من فقد عم بتعيشوا أو عشتوا طاقة سلام كبيرة وطاقة سلوان كتير كبيرة لأقلوب كون إن كنتوا داخل فلسطين أو فلسطينيات خارج فلسطين وطاقة حب لكل امرأة عم بتساعد بطريقة أو بأخرى ليكون في وعي وسلام أكبر على هيدا الأرض إن شاء الله بنوصل لمرحلة ما بقى بحاجة نكون عم نحتفل بأيامات ونكون عم نحكي بميثاقات أو مواثيك الأمم المتحدة نهار للرجل ونهار للمرأة ونهار للطفل ونهار لحقوق كل شي بس على أرض الواقعة مش قدرين يكونوا عم بيوقفوا أي شي من اللي عم بيصير ليكون عم جاد في حق لكل حدم منا خلال نحنا نسترجح حقوقنا بإيدنا من خلال بصيرتنا ونورنا قوة الحب اللي جواتنا وحكمتنا بتمنى تكون هيدا الحلقة خلقت مساحة آمنة لكل امرأة طاقت سلامة كتير كبيرة ولقون الأسبوع اللي جاية بحلقة جديدة